الذين اغتالوا الناشط ايهاب الوزني ارادوا القضاء على كل صوت ثوري في محافظة كربلاء وارهاب البقية في المحافظات الاخرى فاذا بدم شهد الوزني يصبح مشعل ينير درب المتظاهرين مرة اخرى فتنتفض المدن العراقية لتقول للعملية السياسية الفاسدة ان جذوة تشرين لم تخمد وما هي الا جمر تحت الرماد ولا يزيده القمع الا اشتعالا المتظاهرون جددوا مطلبهم الرئيس اسقاط النظام واتجهوا صوب مقرات الاحزاب وعلى رأسها حزب الدعوة يحاصرونه ويحرقونه حيث انهم يعرفون بالضبط من المسؤول عن هذه الاغتيالات ولا يكتفون بالادوات والوكلاء وانما يقصدون مشغليهم ويظهر ذلك عندما احرقوا ملحقا تابعا للقنصلية الايرانية في كربلاء مرددين هتافات تطالب بانهاء الهيمنة الايرانية على العراق ومعتبرين نظام ايران رأس كل شر يحدث في البلاد وفي محاولة لتهديئة الاوضاع واحتواء الموقف جددت حكومة الكاظم اسلوبها في التحايل على المتظاهرين من قبيل فتح تحقيق بعمليات الاغتيال والوعود بانهاء سلطة ميليشيات الموت لكن المتظاهرين ايقنوا ان الكلمة الفصل في هذه الدولة هي للميليشيات والاحزاب المتنفذة المرتبطة بها ولذلك في تظاهراتهم لا يهتفون ضد الحكومات السورية وانما ضد الدولة العميقة ورعاياها في الخارج عودة التظاهرات وارتفاع زخمها في الشارع العراقي تؤكد ان ثورة التشرين ما زالت موجودة واصبحت في ادبيات وفكر العراقيين وشيئا مرتبطا بيوميات حياتهم وكلما ازداد قمع المتظاهرين وكثرت عمليات الاغتيال تظهر الثورة بقوة في الشوارع رافعة شعارها الذي جسد المرض وكشف العلة الشعب يريد اسقاط النظام